زي ما موضوعية ميدو اليومين دول الحقيقة فيها انصاف ليه لانه اداء ميدو في البرنامج بتاعه قط اللبس الراجل بيحاول يقدم تجربة حتى الان حتى الان فيها قدر من الموضوعية وفيها قدر من الحرص على الاداء المتزن شوية واضح جدا حتى انه كتب تويتا قال انا زمالكاوي لكن انا اتخذته قرارا بالعمل في الاعلام لكي انظر في عين اولادي واحترم نفسي لابد ان اقول الحق هناك اشخاص يعملون في العمل الاعلامي البعض لا يحترمهم لن اكون مثلهم هؤلاء يعودون الى منازلهم واعينهم مكسورة محمد حسن يستحق الطرد اللي هو لعب الزمالك ولو سئلت عشر مرات ساقول انه يستحق الطرد ده كلام ميدو في تويتا لكن كمان ما اكتفاش بكده لانه حصل جدل كتير وهو رجع قال انه ناس كتيرة هجمته ازاي تبقى انت راجل كابتن الزمالك ونجم الزمالك الكبير وتقول انه لعب الزمالك في مباراة المصري محمد حسن كان يجب ان هو يطرد فالرجل حب يعمل تجربة جديدة شوية على البرامج استعام به احد خبراء التحكيم الانجليز وبعت له ثلاث حالات بعت له مباراة الزمالك والمصري وقعت مطالبة المصري بضربة جزاء ضد فرجان الساسي ومطالبة الجميع بطرد محمد حسن قلب الدفاع او لعب وسط مدافع نادي الزمالك وبعت له كرة الاهلي وامبي بتاعت الشناوي اللي الناس طالبت بها ضربة جزاء ضد الاهلي ميدو بعت الثلاث حالات للحكم الانجليزي واستقبل رده عليها نشوف حكم من الحكام الكبار وهو على فكرة محلل سكاي سبورتس الاول في انجلترا اه جود ايفنين انا سألت الراجل طبعا رحضت بيه وكل حاجة وسألته ان انا بعتلك ثلاث مواقف الثلاث مواقف دول انت متعرفش عنهم حاجة انا عايزك تقول لي الموقف الاولاني سمتها الكيس نمبر وان او القضية نمبر واحد هل يستقبل محمد حسن لعب الزمالك انزار تاني في الكرة بتاعت مباراة المصري الراجل رد عليها رد واضح وصريح خبتين احمد ان هو اكتر لعيب محظوظ في العالم وفي الملعب ان هو ما اترطش وان ما فيش حد ابدا يقول ان الكرة دي مش انزار تاني هو نفسه الراجل اللعيب بيقول ان اللعيب كان متوقع ان مليون في المية هياخد الانزار التاني ولكن الحكم قرر ان هو يتغاضى عن اللعبة وما يدلوش انزار سألته عن كرة فرجاني ساسي اللي طالب النادي المصري ان هي يكون ضربة جزاء والراجل بيقول ان هو متفاهم ان بعض الناس ممكن تفتكيرها ان هي ضربة جزاء لكن هو بيقول ان قرار الحكم محمد عادل كان قرار صحيح مية في المية وان المدافع اللي هو فرجاني ساسي في الحالة دي ان هو كان بيدور على الكرة ويرح للكرة والكرة ما فيهاش ريحة ضربة الجزاء الكرة التالتة بتاعت الشناوي عشان نقفل الموضوع الراجل قالك ان هو بيخروجه على منطقة الجزاء خلاص ما بقاش حارس بقى هو مدافع الراجل راح للكرة فيه كونتاكت آه لكن الحكم لا يمكن يديها ضربة جزاء وهو شايف ان قرار البنة كان قرار صحيح مية في المية وكرة الشناوي بتاعت ماتش امبي مش ضربة جزاء اذا تجربة موضوعية كبيرة من ميدو الحياة لانه استعام بخبير انجليزي الراجل بعث له الحالات برق تماما حكم مباراة الاهلي والانبي وقال لك ضربة الجزاء شناوي ما فيهاش اي حاجة او ما طلب ان هي تكون ضربة جزاء ما هياش صحيحة بالمرة في ميدو بينصف الاهلي فيدي زي ما بينصف فرجاني ساسي انه او الحكم الانجليزي هو اللي انصف ساسي ساسي وقال انه محمد حسن لعب الزمالك كان اكتر لعب محظوظ في الملعب او محظوظ في العالم انه مخدش فيدي كارت احمر ازاي ما اضطردش بعد كده قالك معرفش اشتركوا في القناة